ده طالب سنوى العامة نيجي بقى لمرض الضغط ايه علاقة الضغط بالكلة؟ ده علاقة وثيقة جدا من ناحيتين ازاي؟ امراض الكلة تعالي الضغط والضغط العالي يبوز الكلة اشرح لي يا دكتور من ناحيتين اه ازاي اشرح لي ازاي؟ ربانا سبحانه وتعالى عامل الكلوة دي تشتغل بالضغط مش بالطاقة مش بالطاقة ويجب اللي بيسمعني يقول سبحان الله لماذا؟ سبحان الله طبعا لان الكلية فيها مصفة مصفة بتصفي الدم وترجع تاخده تاني فيه كم مصفة في كل كلوة؟ مليون مليون مصفة؟ مليون مصفة في كل كلية سبحانك يا ربي هنا مليون وهنا مليون بتصفي كم لتر في اليوم؟ 180 لتر 180 لتر يوميا بتصفي تقولي طب بس انا بقولي لتر ونص اقول لك ما هؤلاء اللي بتصفة بيخش تاني فلو كان ربنا عملها زي بقية الأعضاء زي القلب بطاقة عايز جولوكوز العضلات بطاقة مخي اكثر الأعضاء استهلاكا للجولوكوز المخ إلا كلية لأن لو صفي 180 لتر بطاقة عايز سعرات حرارية قد الدنيا عشان نشتغل بول بس فجعلها بدون طاقة كيف بالضغط؟ الضغط يخش بضغط عالي يصفي والبول ينسل طيب لو الكلية اتخدعت إن الضغط واطي ايوة اتخدعت يعني الشوريان اللي داخل الكلة داء شوي فالدم اللي داخل قليل فالضغط واطي ربنا عمل سبحانه وتعالى مادة تخلي ضغطي على تاني فلو الكلية دحكنا عليها وقللنا الدم تعالي الضغط هادي واحد الضغط العالي بيأثر على جميع شرين الجسم شرين التاجي وشرين المخ وكل حاجة وبما في ذلك شرين الكلة يبقى الكلية التعبانة تعالي الضغط والضغط العالي يبوز الكلة ماذا نفعل كي يكون عندنا ضغط هل مثلا السن والعمر الضغط فيه بيختلف يعني كبار السن نقدر ان احنا نقول ما قلش عندي ولاد سن 18 سنة عندهم ضغطوا بعاليكم 18 سنة ها يعني اي نعم قليلين دايما بيجي في سن كبير بس موجودين مرض الضغط الآن هو اخطر الضغط العالي ولا الضغط الواطي العالي طبعا يعني العالي ده ممكن يجيب جلطات طبعا لا بيبوز الشرين بيبوز عالك تخيالي خرطوم جنينة وانتي افلام الاخر والمية جواه الضغط العالي حيبوز الخرطوم حيبقلل في حيثة ويتعمل فالشرايين بتتعب من الضغط العالي الغدة بتأثر على الضغط الغدة الدرقية نشاطها يعلي البسط ويقلل المقام يعني يلاقي الضغط 160 على 60 هو الطبيع 120-80 تعلل البسط وتقلل المقام ده نشاط الغدة الدرقية ترجمة نانسي قنقر